ده شاب اسمو محمد حاصل على دبلوم فن صناعي انتحى لصف الطبيب في محافظة الشرقية الشهرة دبلوم صناعي والمهنة طبيب مخه وعصاب والغريب في الموضوع ان كان فيه ناس كتير بتروح له تعالوا نعرف مع بعض قصة طبيب مخه وعصاب المزيف ده شاب اسمو محمد حاصل على دبلوم فن صناعي انتحى لصف الطبيب في محافظة الشرقية ناس كتير جدا كان بتكشف عنده من المرضى سواء كان في العيادة او بعض الاستشارات اونلاين بيمارس المهنة بقاله سنوات ومعاه كرنيه النقابة العامة للاطباء رقم القيد اللي موجود في الكرنيه كان بتاع دكتور متوفي ورقم مزاورة المهنة كان لشخص تاني خالص وطبعا الاسم الحقيقي مش موجود في جدول نقاط الاطباء كان بيشتغل في اكتر من مركز طبي في مختلف المحافظات زي الجيزة والاسماعيلية والاليوبية والشرقية صفحة على احدى مواقع التواصل الاجتماعي علشان يرد فيها على استفسارات الناس مش بس كده ده كمان كل يوم كان بينزل على صفحته بعض النصائح الطبية علشان الناس تعمل بيها واخلال حملة شنتها قدرت الالاج الحر تم ضبطة ادوية ومستلزمات طبية مخالفة واللي سببت في كشف هوية الطبيب المزير وتم القبضة عن المتهم وتعامل ضده محضر في اسم شرطة اول الزئازيق برقم 11.05.2023 جنح اول الزئازيق وتم تسليم المتهم الى قسم الشرطة بتهمت مزاولة مهنة الطب البشري وانتحالت صف الطبيب مخه اعصاب وتم غلق وتشميع المنشأة على الفور اشتركوا في القناة